كشف عدد من نواب محافظة كاركوك عن أن انتصارات قوات البيشمرقة في حربها ضد الإرهابيين ودورها الكبير والمحوري في تكريس الأمن والاستقرار أصبح محطة أيشادة وتغدير الكتل والأطراف السياسية على حد سوى لا يخفى عن أن أحد بعد أحداث عشر الستة أثبتت قوات البيشمرقة جدارتها الوطنية والعسكرية وأصبحت عاملا رئيسيا لمنظومة دفاعية الرصينة للدفاع عن سيادة البلد وتصدي هجمات الإرهابيين الداعش لذلك أثمن السلطات الثلاث لما تبذله القوات البيشمرقة الباسلة ووقفتهم الجدية ضد الإرهابيين الداعش وأيضا هناك الجهات الدولية تتكفل ودعمها لقوات البيشمرقة الباسلة وتعتبر هي القوة الوحيدة التي دافعت عن كثير من الأماكن في العراق ضد إرهابيين الداعش أثبتت للعالم جميعا بأن هناك قوة كردية بيشمرقة الباسلة تحارب نيابة عن العالم لذلك نرى من الكثير من الدول الأقليمية والدولية تتكفل دعمها لقوات البيشمرقة وذلك لمحاربتها ضد إرهابيين الداعش نيابة عن العالم حقيقة الانتصارات الأخيرة لقوات البيشمرقة والدولة البطورية التي حققتها خلال الأشهر الماضية وبالأخص الأسبوع الماضي في تحرير مناطق واسعة في سهل نينوى في سنجار وفي زمار ومناطق أخرى كان له دور بأنه ينظر إلى بيشمرقة دور بطولي وبناء على ذلك قرر لجنة أمن الدفاع بأن تزور مؤسسات الأمنية وزارة البيشمرقة وزارة داخلهم مؤسسات الأمنية لتقييم دور البيشمرقة ومباركة جهودهم في تحرير تلك المناطق ونأمل أن تكون زيارة قريبة وخلال أسبوع محلل سياسي من جانبه أشار إلى أن نجاح قوات البيشمرقة في كسر شوكة الإرهاب ودحره في جميع جبهات القتال ولدى حالة من الالتفاف الشعبي والجماهيري حول البيشمرقة سيما وأن تاريخها حافل بالدفاع عن جميع مكونات الشعب العراقي ضد الدكتاتورية قوات البيشمرقة رغم محدودية قدراتها اللوجستية أو من ناحية المعدات العسكرية ولكن قدمت ليس فقط العراقيين وليس فقط المكونات لتحميها قوات البيشمرقة قدمت العالم نموذجا يحتذا به كقوات تحافظ على الأمن والسلم بغض النظر عن نوعية هذا المكون أو انتماء هذا المكون أو هذه الطائفة فلزاما على الحكومة العراقية وعلى البرمان العراقي أن يقوموا بمهمتهم بدعم هذه القوات والمساهمة في تطوير هذه القوات لأن هذه القوات ليست قوات كردية محظة هي قوات عراقية كردستانية بعيدة عن الانتماءات الطائفية أو القومية الضيقة انتصارات البيشمرقة في حربها ضد الإرهاب أصبحت محل إشادة وتغدير مختلف الأوساط المحلية والدولية هالغورت حسن فضائية كاركوك أما في إطار المواقف الدولية الداعمة للقضاء على عصابات داعش الإرهابية أكد وزير الخارجية الإيطال